تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان والتي تهدف إلى توزيع مساعدات على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات وصلت وزارة الداخلية وفي إطار دورها الإنساني والمجتمعي فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان والتي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأولى بالرعاية بخاصة السيدات المعيلات وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة يا مصري اللي شمسك لا يمكن تغيب أنا جمب التماء ومنك قريب أنا قدي لك عينية وقدي المسئولية وشرطة شعب أبنى إيدنا واخدى الغريب في كل ييل بطل تمل شايل اسمها وكل ييل رئيس السيسي مش نسينا وبعتلينا خير دايماً فاكر الشعب وبالخير وكل شيء كويس بيدعمنا كل الدعم من كل جميع الجوانب من طبعاً كاراتين طبعاً بطاطين كل حاجات إحنا بنشكر سيدة الرئيس على المجهود الجامد والسيدة المسئولين ووزارة الداخلية جميعاً على كل مجهوداتها اللي قدموها لنا وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة ووقت لما تحتاجينا إحنا دايماً هنا لمر حسد بخوف وأدي الصروف مفيش أي قوة هسنا قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسق مع قطاعات الوزارة المعنية ومدريات الأمن قام بتوزيع المساعدات على قاتل المناطق المستهدفة الذين أشادوا بالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم والذي يأتي كجزء رئيسي من الاستراتيجية الأمنية في شقها الإنساني الزباط جات لنا ووزعت علينا حاجات وربنا يخليهم لنا يا رب وإسلح حالهم يا رب وفديهم الله يخليك شكراً يا رئيس ودأمل تبقى فاكرنا بالخير يا رب تضمنت مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان بالتزامن مع توزيع المساعدات العينية قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قامت بإجراء الكشف الطبية على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم في إطار الحرص على الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لقاتل المناطق المستهدفة كشف على البنت البلاش وصرفونا العلاج من غير فلوس والرئيس يشكر على اللي عمل معنا اللي تعبنا كلنا قلنا للدكتور وعطالنا العلاج صرفنا العلاج وعطاه لنا وشكراً على اهتمام الرئيس بنا هذه واحدة من المبادرات الإنسانية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها لدعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن مادياً ومعنوياً لتخفيف الأعباء عنهم أنا فرحانة بيكم بها تحية مصر تحية مصر